أصدر غبطة البطريات في أفلس الثالث بطريات القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن بيانا استنكر فيه جريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد على يد شخص متطرف ومستهتر ووصف غبطته هذا الفعل بأنه غريب عن التعليم السماوية وغير مقبول بالقيم الأخلاقية السامية لافتاً إلى أن هذا العمل البشع لا يعبر عن روح أي من الديانات السمحة التي تحث على التسامح واحترام الآخر وأكد البيان أن حرية المعتقد والدين تتطلب احترام المقدسات والرموز الدينية لجميع الأديان مناشداً المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة مع توفير الحماية الكافية لجميع الأقليات الدينية وضمان حقوقهم في ممارسة عبادتهم بحرية وأمان وبناء جسور التفاهم والتعايش السلمي بين الأديان ونشر رسالة المحبة في العالم وعبر غبطته في ختام البيان عن تضامنه ودعمه الكامل لكافة المؤمنين في القدس وباقي فلسطين والأردن والدعوة للسلام والاستقرار في المنطقة والصلاة من أجل أن تنعم جميع الأمم بالأمان والعدل والرحمة